السلام عليكم ومرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا بداخل الوطن وخارج الوطن الناس اللهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد اليوم الحصاب تعنا هوين غادي نتكلمو على بن سبعيني وين تقدير كبير لبن سبعيني في البطولة الألمانية اللي نتبناولو إن شاء الله بربي الشيفاء يعني هو عاود راي يخدم جاب مدرب بتاع بريباراتيون فيزيك راي يخدم معافته وكي يدخل يدخل يعني الكونديسيون فيزيك خاصة يعلم هو يعرف من هي ألمانيا في العمل يعرف واحد الخطأ در الإنتربيوت تعوه يعني يحضر قللك كنا نبدأه إلى ثمانية ونوصل إلى ثمانية ونص قللك عايتلي الأنترين مولاذي فيمي كان في كلات بخ قلله من الأولى وصلت إلى ثمانية ونص زوجة إلى ثمانية ونص ثالثة قللك عايتلي الأنترين قلله هنا قلله الوقت ثمانية تكون داخل ما أصحابك قلله السيركيلاتيو ويما نسكنكي السيركيلاتيو قلله ناسعك تخرج قلله نخرج إلى السبعة ونص قلله هملا تعلم تخرج على السبعة قلله بشتربح نص ساعة واخدى أخرى تعلم تخرج على السبعة قالله بش توصل على ثمانية شوه يعرف 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 لا الديسيبلين ويعرف شتيالة كونديسيون فيزيك في لالما على ذلك يعمل يعمل بشكل صحيح يعمل بشكل صحيح خاصة بشكل صحيح القوة البدنية ونعرف النادي اللي يلعب به النادي بولوسيا دورتموند لا يوجد النادي أكثر قيمة من غلاتباك على البالي تاريخ غلاتباك عندها تاريخ في الألمان بالصحيح سيلا من ناحية دورتموند حاجة كبيرة فانك وانتبينت الآراء الجماعي الألمانية حول هوية أفضل لعاب عربي في البطولة الألمانية والتي تشهد تواجد أربع نجوم عرب ينشطون في البطولة الألمانية ويتعلق الأم بكل من رامي بن سبعيني فارس الشايبي عمار عمر مرموش وإلياس سخري ونصيري ويعد الجزائري بن سبعيني مدافع بولوسيا دورتموند من بين أفضل لعبين حيث يتميز بقدرته الدفاعية القوية ومهاراته في الكورات الثابتة ما جعله يحظى بتقدير كبير في البطولة الألمانية ومن جنبه يقدم مواطنه فارس الشايبي يعني مستويات مميزة في البطولة الألمانية مع أوندرلاخت أيضاً يتميز برؤيته الرائعة للملعب وتمريراته الدقيقة كما يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا أما المصري عمر مرموش مهاجم نادي أوندرلاخت كذلك فيتمتع بمهارات يعني هجومية عالية وسرعة كبيرة وإن لذا فهو لعاب مؤثر في خط الهجوم فارقه يعني وأما زامله الفارق في الفارق التونسي إليس السخري يتميز بقدرته الدفاعية في وسط الملعب وقدرته على اجتعادة الكرة ما يجعله يعني راكيزة أساسية في ناديه المهم هناك كذلك وإن آمين عدلي كذلك النادي الباير ليبر كوزر لديه الشامبيونات حقه يعني إنجازات كبيرة مع المدرب يعني المدرب يعني اللي غادي يكون مدرب تاريخي مدرب تاريخي يعني وإنشاننا حقه إنجازات كبيرة يعني معه خاصة آمين عدلي وينده يعني نصيبه من المديح من الإعلام الألماني يعني هذو اللاعبين العرب اللي ينشطون في البطولة الألمانية يعني وينتكلموا على آمين عدلي يعني وين بجانب كبير كذلك وينتكلموا على بالصورة بالصورة واللعب داري فلاطوا بتاعهم ويهضروا على اللعبة يعني كل اللعبة وطعوه الناس بتاعه يعني كلstru compية نصيب ذلك شي Julซان شاهدنا كذلك وينتكلموا على اللصيري يعني وينقيمة كبيرة تعالى يعني تكلموا عليه قيمة كبيرة كيف تتتكلموا على رامي بن سبعيني على إحنا أظنوا يموضيع عنه هو رامي بن سبعيني أنا وعد من تناس راني دخلت هذه اللعبا طب يقول لك لي ودي كيفاه هاشكاين هاشكون 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 المهم هو أن نتكلم على بن سبعيني ونتمنى له العودة قوية ونتمنى له يلعب مع أخبار أخرى إن شاء الله تكون سارة للمنتخب الوطني وين ماندي ربما عاودي للنادي نيس رمس رمس مشي نيس رمس إن شاء الله بربي عاودي وين حسب الأخبار يعني موقع الأس تعسبانيا وين جالك عنده اتصالات مع نادي فرنسي نحن نتمنى إن شاء الله يعاودي وين يلعب يعني يخاش على ماحتاجينه تل دومي لفنسيس ماحتاجينه واحد كما كما ماندي محتاجينه بزاب 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 يعني ماندي وين رجوع المستوى التي عود بسبب عدم لعبه ماندي كان يكذب منظومة دفاعية كونفلي لا يكذبها ماندي كان يدير داي من تغطية عطال ومباد ماندي كيطاح في الريتمة تعوه عطال ولا تقانطرة من جهته هذه هي على ذلك نعود نقول له نتكلمه على بن سبعيني بن سبعيني إن شاء الله بربي هذه تكون آخر إصابة تعود لتبليسة بها إن شاء الله فيه تكون آخر إصابة والعودات تعود تكون يعني فائدة للمنتخب الواطعي الجزائري على ذلك نتمنى وهذه اللعابين يكونوا ملاح هي كلش تعود فائدة للمنتخب الواطعي الجزائري وينتلقى الدولة الجزائري والظاهر أيصر فريق بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني خبر صار من ملاعب البطولة الإنجليزية الممتازة قد يعزز مسئلته مع الفريق الألماني في مجرعيات الموسم القروي المقبل 2024-2025 وحسب الصحيفة المختصة في أخبار انتقالات فابريسيو يعني رومانو أصبح ماتسين على مسارك مغادرة بوروسيا دورتموند والإمضاء مع فريق إستون فيلا الناشط في البريمي ليك حيث أعطى اللعاب يعني الضوء الأخضر لإيتمان السبقة بعد خمس مواسم قاضاها مع فريق بوروسيا غلاد بيخ الألماني انتقال بن سبعيني إلى بوروسيا دورتموند يعني وين صيف 2023 في سبقة مجانية وأمضى اللعاب الأيصر عقد يعني يربطه بالأسود يعني بالأسود والأصفر إلى صيف 2027 لم يكن موسم الأول لبن سبعيني ناجح في درجة الكافية مع بوروسيا حيث حالة الإصابة يعني وتذبذب المستوى دون ظهوره في أغلب الفترات الموسم كما استرى إلى غياب في بعض المباريات نتيجة مشاركته في كاس أمم إفريقيا بالكوتبوار مع الماجيء ماتين لم يأخذ رامي بن سبعيني أي لقاء يعني أساسي في النصف الثاني من موسم مع بوروسيا دورتموند في كل بطولات إذ نال يعني ماتين أستيقال كاملة من مدغبه ولعب كل مباريات الفريق في البطولة الألمانية ورابطة أبطال أوروبا وقيلها لعب بالسبعيني بعد رجوعه من كاس أمم إفريقيا وقيلها لعب خمسة دقايق وقيلها وقيلها لعب خمسة دقايق ونسبنة دقايق يعني من جون في مارس لعب وقيلها ثمان دقايق هكذا ولا ومات تبليسة تبليسة مع المتخب وطني راح الإصابة راح ليعالج الإصابة وإن شاء الله بربيه هذا الخطر يعني وفي سبتمب يكون مليح إن شاء الله يعني عودة عودة كبيرة إن شاء الله باش نقلعوا يعني تقليعة عب الصحيح يعني تنظيم المنظومة الدفاعية نتمنى والشفاء العاجل كذلك الخونا نابير بنطالب ونقولكم حرام عليكم الناس اللي في التيك توك داروا باللي بنطالب مات حرام عليكم داروا همي في يومين حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم يعني أكتشوف العائلة التوعو يعني ابني أمو هنا في مستغالهم عندوا ذفنك لافعمل تعقوا في غليزة أنا أنا عارفهم بيع أن تعمل أبداً نعرف فاميليات تعاءوا ليح نعرف فاميليات تعائوا في غليزة نعرف فاميليات تعونا اللي هنا في في مستغاليم يعني إنه الشيطان هو اضرق اضرق ولده و عائلة تعاعوا إنسابه يعني كيشوفوا في التيك توك كالي الحكيمة تطلع له في تيك توك بنطالب مات يعني يصدمى صاحبه إنه الشيطان عيب عليكم طلبوا للشفاء طلبوا للشفاء هذه هي يا أخويا طلبوا للشفاء المهم نحن نتمنى إن شاء الله العابين يعودوا بقوة عنديات تاحهم لأننا لدينا كالبكاسو كوب ديمون لدينا كالبكاسو اللولة كوب دافريق بعد روحو كوب ديمون إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله ما تنسوا شعطوا ناشياء كومنتروا فارتاشون لليفيديو وإن شاء الله دايما معكم بجديد ولي مشي أبوني أبوني معنا ومن تنسوا شتفعيل الجارس صحيحة أخوتي